أعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستمتجية جلسة حوارية تحت عنوان نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة وذلك ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التي ينظمها المركز في مشاركته بفعاليات قمة المناخ بالمنطقة الخضراء تترقت الجلسة إلى الحديث عن عدد من المحاور أبرزها إلقاء الضوء على الأثار الناجمة عن تغيرات المناخية في تعطيل العملية التعليمية وتعلم الطلاب وتحصيلهم في بعض البلدان وخلصت الجلسة إلى ضرورة تقديم الدعم الكاف لكل دول التي بدأت في إدخال التربية البيئية والمناخية في مناهجها الدراسية ومساعدة الدول التي لم تتخذ تلك الخطوة بعد على البدء في تطبيقها